أيضا من ضمن أخبارنا المهمة اللي احنا هنتابعها مع حضراتكو اليوم يعني ما له علاقة بالشائعات وإحنا دايما بنرصد مع حضراتكو جهود الدولة في ضحر الشائعات وده أمر مهم جدا وأصبح مهم جدا يعني رئيس مجلس الوزراء تحدث عنه بالأمس في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء تحدث أنه احنا حاليا بنواجه حروب أجيال الرابع والخامس يعني حروب الجيل الرابع حروب الجيل الخامس هي حرب المعلومات حرب المعلومة اللي ممكن تعمل عندنا يعني مشاكل في التناول بالنسبة من يتلقاها وبالتالي بتحدث بلبلة في الشارع المصري أو أي شارع يعني احنا دلوقتي شايفين مثلا أمريكا بتتحدث عن التيك توك بتتكلم إزاي هما أنه ممكن مبارح كان فيه منقشة للموضوع ده في البرلمان إنه إزاي هما ممكن أنه معلومة تعمل بلبلة عندهم في الشارع هكذا هو دور الإعلام اللي دايما بيرصد هذا الأمر بشكل أو بآخر فكرة بقى أنه يعني يتم الوقوف لهذه الأمور بقى المرصاد ده الدور اللي بيلعبه دايما المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أصدر بيان بالفعل مبارح يعني تحدث فيه عن ما له علاقة بماكينات السحب في البنوك ودي كانت شائعة انتشرت خلال 24 ساعة ماضية بتتكلم إنه مكينات الصرف الآلي بتحط نسبة على من يقوم بقى الصحب منها من 20 ل 50 جنيه وطبعا تدولة بعض المواقع الإلترونية وصفحات المواقع التواصل الاتماء أنباء بشأن إصدار البنك المركزي قرار بفرض رسوم على عمليات الصحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصرف الآلي الاتم بتتروح من 20 ل 50 جنيه وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري اللي نفق هذه الأنباء جملة وتفصيلا وأكد إنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات الصحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع الـ Prepaid Cards وبطاقات الخصم البباشر اللي هي Debit Card من خلال ماكينات الصرف الآلي وبيتم الصحب مجانا بدون أي رسوم من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات في أي مكينة أخرى غير تابعة للبنك